شيخهم سالم بن حمد الحارثي في كتابه العقود الفضية في أصول الإباضية هذا الكتاب الكتاب العقود الفضية في أصول الإباضية لسالم بن حمد الحارثي الكتاب طبعت وزارة التراث القومي والثقافة العمانية بسلطنة عمان طبع في عام 1403 الهجرة وفي أكثر من طبعة أخرى وهذا الكتاب قدم له وقرض له أربعة من كبار علماء الإباضية وهم إبراهيم بن سعد العبري مفتي سلطنة عمان السابق وأحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان الحالي وسالم بن حمود السيابي والقاضي بمحكمة مسقط واحد اسمه محمد بن شامس البطاشي هذا القاضي بالمحكمة الشرعية بمطرح جميع هؤلاء العلماء قدموا الكتاب وأثنوا عليه ثناء بالغ طيب إيش في الكتاب هذا موجود؟ وأكرر أريد من الإباضية العامة العوام بسطاء ولطفاء وفيهم خير كبير أنا أعرف هذا وأعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل عمان بغض النظر هم سنة ولا إباضية حينما قال لذلك الصحابي أما لو أنك أتيت أهل عمان ما سبوك ولا شتموك الحديث صحيح أنا أقر بهذا وأقول أن فيهم لطافة وفيهم أدب وإن كان بعضهم يخطئ أحياناً ويتلفظ بألفاظ لكن الغالب أنهم بسطاء وطيبين أنا أريد من عوام الإباضية أن يعودوا إلى كتاب العقود الفضية في أصول الإباضية لسالم الحارثي حينما تكلم في فصل عبد الله بن إباض وهذا في صفحة 121 وكانت هذه رسالة موجهة من عبد الله بن إباض إلى الخليفة عبد الملك بن مروان طبعاً عبد الله بن إباض هو الرأس الكبير والمؤسس للفرقة الإباضية إيش جاء في الرسالة هذه؟ إيش يقول عبد الله بن إباض للخليفة عبد الملك بن مروان؟ يقول باللفظ وبالنص وكل ما عددت عليك من عمل عثمان يكفر الرجل أن يعمل ببعض هذا يعني بعد ما ذكرت لك كل أفعال عثمان بن عفان أي راجل يكفر بعمل واحد مش أعمال عثمان كامل بعمل واحد يكفر وكل ما عددت عليك من عمل عثمان يكفر الرجل أن يعمل ببعض هذا وكان من عمل عثمان هذا عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه يقول عبد الله بن أويباط وكان من عمل عثمان أنه كان يحكم بغير ما أنزل الله وخالف سنة نبي الله شوف عثمان يخالف سنة نبي الله إلى أن قال فعلم المؤمنون أن طاعة عثمان على ذلك طاعة إبليس شوف يعني اللي يطيع عثمان كانه يطيع إبليس فعلم المؤمنون أن طاعة عثمان على ذلك طاعة إبليس إلى أن قال فمن يتولى عثمان ومن معه فإنا نشهد الله وملائكته وكتبه ورسله بأن منهم برآ ولهم أعداء شوف بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا نعيش على ذلك ما عشنا ونموت عليه إذا متنا ونبعث عليه إذا بعثنا نحاسب بذلك عند الله إلى أن قال شوف الآن بدأ يتكلم عن الخوارج شوف تكلم في عثمان وأن طاعة عثمان مثل طاعة إبليس وأنه لا يحكم بما أنزل الله ويبرأ منه خلينا نشوف كلام عبد الله بن إباط في الخوارج يقول فهذا خبر الخوارج نشهد الله وملائكته أن لمن عاداهم أعداء شوف من يعادي الخوارج نحن أعداء لهم فهذا خبر الخوارج نشهد الله وملائكته أن لمن عاداهم أعداء وإن لمن والاهم أولياء بأيدينا وبألسنتنا وقلوبنا على ذلك نعيش ما عشنا ونموت على ذلك أمتنا انتهى كلامه